في استغالتك من الصلاح كنت تتحدث أو تشير بماء إلانية لتشكيل شكل سياسي جديد بعيداً عن الأحزاب التقليدية الموجودة على الساحة لكن فجأة رأينا نبيل الصوفي يتجه إلى حزب تقليدي آخر إلى المؤتمر الشعبي العام ما هي الأسباب هل لا نستطيع نقول بحثاً عن سلطة لأننا لم نرى نبيل الصوفي موجود في أي منصب منذ انضمام المؤتمر الشعبي العام حتى اليوم أخيراً لسألت لي وظيفة عامة لسهو موظف في الدولة وظيفة الدولة حتى أنا في نهاية أولائي للرئيس الأسماق أنا بن صالح كان بعد فرقه لسهو من السلطة كان أولائي المشروع السياسي في نهاية كان ما المؤتمر الشعبي لأنه أنت من المؤتمر الشعبي لأنه منذ خادرت الإصلاح كانت هذه النقطة كان في انتخابة وأنا أفترض أنه كنا قادرين هكذا افترضت أنه نحن قادر مجموعة من الشباب أن نحدث تحول في العمل التنظيمي الراكب هي في 2009 عشية الانتخابات النيابية كانت نعم فكانت الفكرة كنت أناقش من معامل الزملاء أنه نستطيع أن نعمل القائمة الانتخابية جديدة حتى ولو سبعة سبعة وشعين بغلمان ليس المهم أن يفوز مهم أن يقدموا خطط أنا أزعم ولازلت حتى لأن أزعم أنه الشاب قادرين على أن يقولوا للقيادات العتيقة في الأحزاب مختلفة تنحوا قريلا لدينا ما يمكن أن يلفت الناس ويحل المشاكل ليس لأننا أفضل منكم ولكن لأننا جيل تربينا بعض يعني في نهاية هم لهم الفضل في تربيتنا طيب يكفي ما أنت في النهاية تسكن في بيته بوك في النهاية لازم تخرج ما ممكن شيئ لسابوك يعني مسيطر عليك تبقي داخل بيته في النهاية لا ترتعانت ولا هو لا تسلم البيت يجب أن يقدد الناس أفكارهم عطاءاتهم مساراتهم فكنت أعتقد أننا قادرين على أن نلفت انتباه العملية السياسية في اليمن عملية قيمة لماذا وانشيئة حزبية وانشيئة عملية استنافس السياسي واللي يا حزب لا تقير بالمرقية الشعبية هذه القناعة التي تحملها كان يفترض أن تذهبك إلى الوقوف إلى جانب ثورة فبراير على اعتبارنا البحث عن التشبيب وإعطاء شباب فرصة والتخلي من الحرص القديم لكنك وقفت ضد الثورة وقلت أنها مجرد أزمة أعادت نفس القوى التقليدية إلى الواقهة مرة أخرى هذه أزمة وطنية حون ما شخصية والأزمة 2011 أزمة كبيرة جدا أنا كنت أقضي اليوم النهر طوله مقسم يعني روح زوج الساحة للتغيير وأخذ حوارات مهاشة ما بغيرهم بعدها أروح لدار الرئاسة وطبع تلك الفترة ما بدأت حتى تكاهكي ربما بالرئيس الأسبق سنة إلى واحدة أبسوذ أنه كانت هذه أزمة يعني أنا كان لدي موقف ضد الثورة وليس ضد ثورة فبراير الثورة كمبدأ كمبدأ لماذا؟ مجتمعاتنا مجتمعات تقليدية مجتمعات تريد أن تنافس على الرئاسة والأب لا يستطيع أن تحمل ابنه لو قل له ماشيش الغذاء هذا أنت قلنا أبو كنت أمتش عصير شو يعمل لك أجمل شو بينما هو بعدها يريد أن يغدر وأن يغير رئيس الجنهوري كل الديمقراطية في مجتمعاتنا مثلا في اليمن اللي يتحدثوا عن الديمقراطية والتعددية والقبول بالآخر في حفظ فتوليس الذي هو ليس لدي أي قدرة على أن يفهم التعددية الديمقراطية ليست مسألة سياسية الديمقراطية مسألة الاجتماعية الديمقراطية مسألة عقائدية الديمقراطية هي قبول حقيقي بالآخر بأي إن كان هذا الآخر وتصنيفاته نحن المجتمع مش قاتلنا عليها نحن 2011 جمعت أفضل نخب اليمن وهم طبعا يحلووا بالتغيير هذا النخب جمعتهم كلهم للساحة هم من حقهم من يحلموا في النهاية لا إدانة لأحلام التغيير بأي إن كانت بثورة وبغير ثورة حلام التغيير لا يمكن إدانتها لكن هذه المجموعة اللي كانت أصلا تربت كم قدرتها وكم فاعلتها داخل المجتمع في النهاية تكالبت عليها لطراف التقليدية وأنا في 2008 كتبت مقالة عن تقشير السبتمبر في 2008 عاد من قصر الشباب اتكلمت عن تقشير ثورة سبتمبر طبعا وأنا الآن أشعر بأنه موقفنا من ثورة سبتمبر كان موقف خاطئ أو مش كان خاطئ كان لا ينظر للقذوه كان يعني يقيم الأمور فقل المعطل يو ثورة سبتمبر انتهت إلى مقرارة قرار المهوري حفلة في يوم السبتمبر يفضلوا فيها السلطة وما الشعب ما روش داخل عمليان الشعب ما كان يشدوا داخل بهذه اليوم الثورات تنتهي لماذا المجتمعات البسيطة هذه تجمع يعني هنا وكانت تحدث أنها كثورات مجرد انقلابات عسكرية ليس هذا المهم أخذت مسمى الثورة ليس هذا المهم الثورات تكون علم تغيير حقيقي يعني الثورة السعودة هي الثورة عظيمة ثورة تعني أسقطت المشروعية الكهنوتية للحكم وحولته إلى حكم شعبي حكم بعدين بالغلبة حكم بالانقلاب العسكرين كان لكن في النهاية نزعت عنه الفتوى أن الناس يحكموا بفتوى لكن نقصد أنه بعدها المجتمع التقليدي مجتمعين ذكي ويعيد توظيفنا كنا مكمل مؤتش أنا كتبت مقال لي أنه فواني كنا كان في ثورة فواني وأخواتي كتبت مقال لهم في 11 فبرا لأنه بعدها أنا سافرت في بعد ما أتكرها ما سافرت في اليمن شارفت أنه بعد فيش أفق لي بالنقاش أن في النهاية الطرفين ما مش قادر أن يتناقشونها بعض الروح الثورية كانت غالبة واليمن ستعطيك الروح الثورية بس بالنهاية يجدك يخرج من المرخزان ويصيدر عمل لأعساب